السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم سيكون عن اسم نادية في المنام للعزباء والمتزوجة الحامل والرجل فتابع معنا اسم نادية في المنام يدل غالبا على العيش الطيب وهو من الأسماء المشتقة من الندى أي أسر المطر إذا هطل وهو في التأويل سخاء أو قرم وقيل يدل على حصن الرجاء بعد التمني فإذا ظهرت في الحلم شخصية بهذا الاسم فهو تعبير على انفراق قريب بعد شدة أو عوز تفسير اسم نادية في المنام للعزباء اسم نادية في منام العزباء له معاني ودلالات كثيرة فهو يدل على الخير والسخاء وهو رمز للودة والصفاء ومعناه في التأويل الدنيا إذا أقبلت محملة بالنعم والبشائر والأفراح نادية أو نادية من الأسماء المحمودة في أحلام العزباء خاصة إذا كانت صاحبة الاسم صديقة للرأية أو جارتها أو زميلتها أو أحد قريباتها ويحمد عند المنادابه أو سماعه أو رؤيته مكتوبا أو منقوشا فإذا رأت العزباء في منامها إمرأة اسمها نادية تقبل نحوها أو تعطيها شيئا من متاعها مثل السوب والحلي أو الطعام فالرؤية تعد بشارة بتتحقق على أثرها بعض أمنيات الرأية في الدنيا الأفضل في الرؤى أن تظهر نادية في الحلم متوسطة العمر لا هي بالشابة ولا بالعجوز والأفضل أن تكون جميلة المظهر والشكل والمحية فإن ابتسمت في الحلم فتلك بشرة فإن كان رداؤها أو سوبها أخضر دل على سنة فيها خير كثير وبشائر لا يحمد في منام العزباء أو البنت أن تظهر نادية متبرجة فذلك تأويل مفاتنة الدنيا أو أهواء النفس التي قد تقدر العيش وصفوها الحياة تفسير اسم نادية في المنام للمتزوجة اسم نادية في التأويل يدل على الدنيا ومثل من الأسماء دينة ودنيا وندين وهو من علامات الرزق والخير في أحلام المتزوجات فإن ظهرت شخصية نادية في منام المتزوجة امرأة سمينة أو بدينا دلت الرؤية على دنيا محملة بالبشائر والخيرات وتحقيق الأمنيات وربما دل الإسم على سنة سعيدة وبهيجة إذا ظهرت نادية تلك مبتسمة أو كانت من صديقات الرأية إذا رأت المتزوجة في منامها كأن صديقتها نادية تحدثها في المنام وتخبرها شيئا حسنا فالرؤية في غالب الأحوال تصدق والأصل في هذا التأويل أن ظهور الصديقة والصديق في الحلم يعبر عن صدق الرؤية ووضوح معناها فإن رأت المرأة في الحلم كأن زوجها يتزوج امرأة اسمها نادية فتلك دنيا تخير مقبلة نحو الزوجين وأغلب الظن في الحلم يعبر عن الزيادة في الرزق والخيرات والبركات فإن رأت المتزوجة في منامها كأن نادية تعطيها طعاما أو ثوبا أو حليا فتلك بشائر وأمنيات في الدنيا قد تتحقق تفسير اسم نادية في المنام للرجل اسم نادية في منام الرجل يدل على الدنيا أو السنة طيبة أو عيشة هنيئة وهو من الأسماء المعبرة عن الرزق والكذب والعيش ما من رجل يرى في منامه امرأة إلا وكانت رؤياه بشارة شريطة أن تكون المرأة جميلة المظهر مستترة السوب غير متبرجة وأن تكون معروفة الإسم فإن ناداها في منامه وأقبلت فأن الدنيا تقبل نحوه فإن كان أعزبا ورأى فتاة اسمها نادية فأنه يتزوج أو يرتبط في سنته تلك فإن كان متزوجا ورأى امرأة اسمها نادية فأن عمره يطول أو يتسع رزقه أو يكسر نسله فإن دخلت بيته فأن البشائر تحل فيه أيضا وإن أعطته سوبا أو كساء أو طعاما فأنه يبلغ مقصده ويحقق أمنية اسم نادية محمود في منام المريض لأنه تعبير عن الشفاء فمن كان عليلا أو سقيما أو متوعكا ورأى في منامه امرأة أو فتاة تدعى نادية جاءت تزوره أو تعاوده أو تمرده فأنه بعون الله يشفى وهذا الاسم محمود أيضا بالنسبة للرجل المهموم أو الحزين لأنه تعبير عن جلاء المتاعب وضراء الجزع والمخاوف تفسير اسم نادية في منام المرأة الحامل هذا الاسم في اللغة معناه الفتاة أو البنت النادية والاسم كذلك مشتق من الندى أي أسر المطر والمطر في منام الحامل أمان ورخاء لأن مصدره الماء أما الدلالة الرئيسية لاسم نادية في منام الحامل هي إنجاب البنت وأصل هذا التأويل أن نادية تعني في بعض المعاجم الفتاة الكريمة وكلمة كريمة تعني الإبنة وبالتالي فأن الأرجح تأويلا هو أن هذا الاسم يشير إلى المولودة الأنسى والله أعلم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء في حلقات أخرى